منتخبنا الوطني لكرة اليد أنها مشاركته في كأس العالم لكرة اليد رقم 28 وقيمت في بولندا والسويد بالحصول على المركز السابع وده نفس المركز اللي كان منتخبنا الوطني حصل عليه في البطولة الماضية النهاردة منتخبنا واجه المنتخب المجري بصراحة المباراة كانت درامية جدا ومرسونية جدا قدام المنتخب المجري بدون داعي صراحة يعني احنا كنا فارقين وكنا فارقين على المباراة النهاردة بشد في شعري احنا فارقين بخمسة وست أهداف والأمور طول المباراة سهلة وميسرة وإحنا ناخد المركز السابع وإحنا حطين في بطننا بطي خصيفي وفجأة المباراة يحصل فيها تعادل نروح لأشواط إضافية والحمد لله في الآخر نكسب بفارق هدف صعبنا الأمور على نفسنا وخلينا المباراة يعني متوترة على الفاضي بصراحة يعني بصراحة بس عموما حلو يعني ايه حلو على قل على قل ما نزلناش عن المركز اللي كنا فيه في البطولة الماضية كنا نحب إن احنا ناخد خطة لقدام أكبر بس ماشي ماشي ما نرجعش الورى يعني لو ما عرفناش نخش لقدام ما نرجعش الورى ماشي نمني على ده ونشوف اللي جاي ايه نهاردة محمد علي حارس مرمى منتخبنا الوطن كورتلياد عمل مباراة كبيرة جدا على فكرة محمد علي بروندو كان بيستبعده في معظم المباراة المهمة الماضية وكان بيعتمد على اثنين حرارة محترمين برضو بصراحة كريم هنداوي وحمايد بس محمد علي النهاردة عمل مباراة رائعة وكبيرة في نقطة في موضوع كورتلياد احنا كويسين في كورتلياد احنا هيلين في كورتلياد احنا عندنا منتخب محترم والاهم في رأي من منتخب محترم احنا عندنا منظومة لكورتلياد منظومة محترمة محتاجين شوية تعديلات بسيطة محتاجين شوية اضافات بسيطة انا اقول لها رأيكم حاجة مهمة المدرب بتاع منتخبنا هو مدرب محترم بروندو مدرب الاسباني مدرب محترم بس يعني تحس انه في حتة بيقف عندها احنا اطموحنا اكبر يعني اطموحنا نروح سيمي فاينل ولأ ما ناخد البطولة نهاردة دير مركزة البطولة بالمناسبة للمرة التالتة في تاريخها واللمرة التالتة على التوالج يعني احنا كنا وش الساعدة عليهم في 2019 فتحنا لهم باب البطولات في كأس العالم خدوا اول بطولة وبعد كده البطولة البعدها 2021 وبعد كده البطولة دي 2023 دول التالتة البطولات اللي خدوها في كأس العالم والتالتة على التوالج احنا محتاجين مدرب طموح اكتر بالمناسبة وده خبر رقم 10 لاتحاد المصري لكرة اليد انهى خلاص علاقته مع المدير الفني الاسباني بروندو في تدريب منتخبنا الوطني لكرة اليد وجاري البحث عن مدير فني اجنبي اخر لتولي المهمة خلال الفترة القادمة ويكون متفرغ طرفين بروندو عنده فرقة بيدربها في ألمانيا مع منتخب مصر احنا عايزين برضو مدرب متفرغ والنبي يا جماعة والنبي والنبي احنا اكبار البلد دي كبيرة مش محتاجة اقول بس احنا بلد كبيرة اوش الرجل الاجنبي الجميل المحترم اللي هيجا هيشتغل عندنا في كرة اليد في كرة القدم في كرة الماء يجي يبقى متفرغ يبقى بتاعنا الوحدين حلقة هتاخد مقابل ده ويجي تشتغل معانا واللاك الشرف وإحنا لنا الشرف فبلاش بقى الجو اللي هو بتاع ايه هيشتغل معانا في دانس ده اللي هو يجي معانا شويتين يجي معانا في البطولات ويمشي لسه عايشين القصة بتاع الكلاتين برج بنلف نفس اللف اللي يشتغل معانا يشتغل معانا الوحدين فان شاء الله بإذن الله لاتحاد المصري ورغم كده بالمناسبة يعني أنا مع الناس اللي شايفت ان بروندو كان مدرب كويس ومحترم بس طبعا لو كان متفرد كان ممكن يدينا أكتر كان يبقى أفضل مثلا فزي ما أترحى لكم بروندو خلاص انتهت علاقته مع المنتخب المصري لكرة اليد وجاء للبحث عن مدير فني جديد لمنتخبنا الوطني ترجمة نانسي قنقر